موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام و أهلا بكم إلى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة أكشم التركية التي نشرت مقالا لماركر إسيام بعنوان لم يكن هذا هو الهدف من أسطول غزة أشار فيه الكاتب لأنه تعالت الأصوات بين مؤيد ومعارض لتطبيع بين تركيا وإسرائيل وظهرت نبرة واضحة جالية لمن تفاخروا بأنهم على حق في علاقتهم السابقة مع إسرائيل من أزلام التنظيم الموازي وحزب العمال الكردستاني ومعارضي أردغان وبين هذا وذاك أجد أن من المفيد تذكيركم ببنود الاتفاق المتعلقة بالأزمة الغزية والتي تم الاتفاق عليها في السادس والعشرين من حزيران في روما وكانت على النحو الآتي لقد وفقت إسرائيل على الشروط التركية فقد اعتذرت ولأول مرة في تاريخها لدولة كما وقدمت التعويضات المالية المفروضة عليها لضحايا تلك المجزرة وفقت على الشرط التركي الإنساني في إغاثة ومساعدات غزة في إطار بنود الاتفاق وسيتم تزويد غزة بمشفى عاجل في أقرب وقت ممكن وسيتم تجهيزه بمئتي سرير وسيتم حل أزمة الماء والكهرباء بمضاعفة الكمية المزودة لغزة وبإنشاء محطات جديدة وكذلك تطوير المنطقة الصناعية في مدينة جنين أظهر الاتفاق وبكل جزئياته الدعم التركي لحماس والحكومة الفلسطينية في صراعها ضد إسرائيل لو أتينا إلى الحقائق لوجدنا أن بريقة الأمل ونور الشمس الصاطع سيدخل أخيرا أكبر سجن في وقتنا الحالي وهو قطاع غزة فخلال خمس سنوات خاضت تركيا بحكومتها ورئيسها معركة سياسية الشريسة بكل الأبعاد من غير أن تبدل أو تؤخر وهي مصممة على نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم وبهذا فقد بات من أن يتجاهل أو يقزم هذا الدور ما هو إلى صاحب أزمة أخلاقية لا رجاء منه وفي موقع تركيبرس لنقرأ مقالة لمحمود القاعود بعنوان أردغان ومندرس والانقلاب الأمريكي يذكر فيه الكاتب بعدنان مندرس رئيس وزراء تركيا الذي أعدم عام 1961 لميوله الإسلامية وإعادته الأذان باللغة العربية ومطالبته بعودة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وفق لائحة الاتهامات التي ساقها الجيش كان الانقلاب أمريكيا بامتياز فأمريكا تكفر بالديمقراطية في حال جاءت بأي تيار إسلامي دخل الشهيد مندرس التاريخ وذهب الانقلاب الأمريكي إلى مزبلة التاريخ لكن أمريكا لم تقنط من تفخيخ تركيا وتقسيمها وزرع بذور الفتنة بين الصفوف شعبها وذلك إما العودة للعلمانية الشوفونية الكارهة للإسلام والمعادية لتراث الأجداد العثمانيين الفاتحين وإما التفكيك والحرب الأهلية تحاول أمريكا الآن تكرار سيناريو مندرس مع الرئيس أردوغان والمستهدف ليس شخص أردوغان إنما الإسلام برمته واستهداف كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لذلك فإن الاستخبارات الأمريكية تلعب الآن على عدة أوتار إطالة أمد تدمير سوريا ودعم السفاح بشار الأسد تفكيك العراق وتسليمه لإيران دعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي تحضير وعفريت الإرهاب الطائش لتدمير السياحة وتطفيش الاستثمار من أجل خلق رأي عام يرى في حزب العدالة والتنمية سببا للوائلات والحروب حتى يتمكن الجيش من اتخاذ خطوات الانقلاب بزعم أنه استجاب لنداء الشعب التركي سيبقى الإرهابي بشار الأسد الورقة الرابحة في يد أمريكا والعصى الغليظة التي تدمر بها الجمهورية التركية وهو ما يحتم إسقاطه قبل أن تدخل تركيا في النفق الأمريكي الصليبي المظلم وحتى لا تتكرر مأساة مندرس وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى صحيفة النهار اللبنانية نقرأ مقالا لموناليزا فريحة بعنوان لماذا اعتذر أردغان من بوتين ليس الرئيس التركي رجل طيب أردغان من نوع الزعماء الذين يعتذرون بسهولة حتى إن كانوا على خطأ لذا تعد الرسالة التي كشف عنها الكريملين سواء أن كانت رسالة اعتذار أم أسف عميق أم لم تكن دليلا واضحا على تحول في حسابات أردغان وعززت هذا الانطباع موافقة وزير الخارجية مولود شاويش أغلو على دعوة نظيره الروسي إلى منتدى التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يوك الجمعة المقبل ويخطو الكريملين اليوم خطوة إضافية في اتجاه دفن الأحقاد في اتصال هاتفي من بوتين لأردغان وليس واضحا ماذا إذا كان تصريح السفير الروسي في دمشق بأن الجيش السوري لن يهاجم مدينة حلب قريبا تندرج في السياق نفسه أيضا لا شك في أن أردغان حسبها جيدا وربما خلص إلى أن مجرد اعتذار سيعود عليه بمكاسب داخلية وخارجية كبيرة تزين أكثر بكثير من الاحتفال المتوقع للكريملين بنصر جديد ليس وضع أردغان سهلا في بلاده فالاتهامات المواجهة إليه بالاستبداد والتسلط إلى ازدياد الحرب السورية مدت مخالبها إلى أراضيه الهزات الأمنية تفتك بمدنه من شرقها إلى غربها السياحة التي تشكل عصب الاقتصاد التركي في حالة مزرية أما علاقاته مع محيطه القريب والبعيد فليست بأفضل وأضيف إليها أخيرا التوتر مع أوروبا على خلفية اتفاق اللاجئين والتشنج مع أمريكا بسبب الحرب في سوريا والتباينات في مسألة الأكراد من هذا المنطلق تشكل المصالح بين تركيا وإسرائيل أكثر من مجرد اتفاق على الغاز وإن لم تكن تتقدم قائمة أولويات أنقرة إلا أنها أيضا محاولة لإعادة ترتيب علاقاتها الخارجية سعيا إلى تحويلها رصيدا سياسيا داخليا وفي صحيفة الحياة نقرأ مقالا لزهير قصيباتي بعنوان زلزال بلا حرب حيث قال فيه الكاتب زلزال في أوروبا بلا حرب بعد زلزال الربيع العربي وثوراته وحروبه العالم يتغير وإن كان انسحاب بريطانيا لا يعادل الانكفاءة الأمريكية في المنطقة العربية فالحال أن مرحلة جديدة بدأت أن تشكل نظام عالمي مغير بعد سنوات من القطيعة والمشاكسة تلقى القصير هدية تطبيع سريع من أردوغان الذي أنهى أيضا قطيعة مع إسرائيل بعد سوريا وشرق أوكرانيا لم يتلقى القيصر هدية أغلى من اعتراف الحلف الأطلسي علنا بعجزه عن الدفاع عن دول البلطيق ولكن هل تتغير إيران؟ ألا تعمل نهارا وفي الخفاء لحجز مقعدا في نادي الأقوياء أليس إصرارها على تصعيد الصراع المذهبي في المنطقة العربية والخليج خصوصا؟ وعلى استعداء السعودية جزءا من مشروع الانتساب إلى عضوية النادي الجديد الواقعية تقتضي استبعاد أي مقارنة بين الدب والثالب فلا روسيا ولا إيران ولا إيران ولا بريطانيا التي ما زالت ميركل تصفها بأنها العظمة يتغير الاتحاد الأوروبي الثقيل لم تعد سرعة المبادرة من سماته في السياسة الدولية في ظل كل تحولات قد يصيح اعتبار ولايتي أوباما البيت الأبيض حقبة وداع لمرحلة ما بعد الحرب الباردة أما السقوط المدوي لكل حوارات الشرق والغرب والشمال والجنوب وتمرد على مؤسسات استهلك ذاتها فهما من عوارض المخاضي العصير لعالم ما زال مبكرا جدا التكهن بملامحه والدليل أن الصراع بالوكالة بين واشنطن وموسكو لا يكلفهما الكثير وأن توحش بلا ردع وختام حلقة اليوم مشاهدين الكرام من موقع كلنا شركاء ومقالة لأحمد برقاوي بعنوان سوريا من الثورة إلى المسألة رأى فيه الكاتب بأنه قامت في أذار 2011 ثورة شعبية سلمية في سوريا ضد جماعات الحاكمة المتخلفة في سلوكها ووعيها وذهنيتها واستطاع العنف الامجوي المعبر عن التأخر التاريخي للجماعة الحاكمة أن ينقل الثورة الشعبية السلمية إلى ثورة مسلحة اعتقادا منه بأنه قادر على الانتصار على ثورة مسلحة بما يمتلك من آلة عسكرية قوية وأجهزة أمنية مجربة وحصل ما لم تتوقعه الجماعة الحاكمة فكان أن فقدت السلطة سيطرته الكامل على ثلثي مساحة سوريا وسيطرتها النسبية على الباقي وما كان منها إلا أن استعانت بحزب حسن نصر الله والميليشيات الشعية العراقية الأفغانية والحرس الثوري الإيراني وروسيا للحلولة دون الانهيار الكامل للجماعة الحاكمة وبدورها قامت دول عربية كالسعودية وقطر وإقليمية كتركية وغربية بدعم الجيش الحر وتنظيمات الأخرى كما نشأت داعش وهكذا تحولت الجماعة الحاكمة في سوريا من قضية سياسية داخلية مرتبطة بتغيير بنية السلطة عبر حرية الاختيار والديمقراطية إلى مسألة دولية عصية على الحل وكيف يكون حل المسألة إذا صارت إرادة سوريين عاجزة عن الفعل أجل هناك فرق بين سوريا الثورة وسوريا المسألة التي أصبحت مضوعا خاضعا لمصالح اتفاقات دولية وبخاصة بين روسيا وأمريكا ولا شك بأن تحويل الثورة السورية بوصفها حدثا داخليا قابلا للحل الداخلي عن طريق إرادة داخلية إلى المسألة السورية بإرادة سلطوية إيرانية هربا من استحقاق الحركة الداخلية للمجتمع جريمة بحق الوطن وبحق السوريين بكل مقاييس الجريمة بهذا مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة